اشتركوا في القناة 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 السينيما الذي يربط على القدام والناس القدام كلهم تقريباً يحلل لهم بشلة يقول لك الفنان القديم ترانسبور الإقامات يعني التمان تيطح عليهم قال لك غالي كانت كلوفا وتتلقى لما عنده التعليق بالميدان ورخيص وممتل ولو أنهما ما عنده بيت تعليق لأنه هذه مسألة غير تجارية عندهم ما تيعطيوش الميدان حقوق سيدة محمد تقربنا بزاف دباً الآن في وقيته الرمضان الشهر الكريم وكذلك في وقيته الحجر واش مكينش جهات معنية مثلاً السلطات في مراكش ولا مثلاً الممتلين هما معروفين كبار في مراكش واش ما شافوش عندكم جوا عندكم مكينش هادشي أبداً إلا ستتنينا قلت لك النقابة ما كينش شي واحد اللي طلو ولا قالش حاجة وحرقتي معاهم وحرقتي معاهم ومتتي معاهم قاعصة وبتيدي كور الزيتي حطيتي تهرستي معاهم أي حاجة كانت يعني كيني معانات عندكم ها هي كينة كينة معانات ماشي سهلة ماشيش حاجة معانات تلو المعانات وده بقات زاد العدر تتبقى مثلاً تقول لك معا الأسف كينس ده بقى نظران يعني هاد يعني هاد المرض هاد الله يشافي منه الجميع يعني يقول له تيغطي وبيوصى فيه ما مكينش مكينش اللي تيوصلنا ولا تيقولين أخه سيد موحندو الشاكين كتعاني ماشي ماراض كتبيعش دواء اللي هو مستمر كلنا معلولين وأنا مثلاً بغيرش نتصل بالطبيب اللي انه وعلا شغيرة لمشي عنده لا يمكنش يقول لك ركما بك يقوله أنه يعنيه وبكانت استره نفسنا نفسي ثانيًا نفسانيًا إلينا هاد عرفة بالطبيب سيقول لي كوي الله عنا تقير لي فق سابعة مع السين بصيطة طيحك لكننا نحن دا باتوا لنا تنقاوم ونفسنا بنفسنا يعني ما يمكنش تشوف واش بالفعل نيت اسمه هذا وها دي معاناة لفنان من ناحية المادية سيد محمد الحمد لله واش أمور على خير ولا حتى انتأني انه حاجة عادية غير الناس كتحتاج واش تنتألك محتاج فالوقيت هذه ودائما ولا رغر الحمد لله موفر لك كل شي عندك كل شي الحمد لله ايش غادي نقول لك عندي ولد واحد اللي يخلي لي دابا كينين بنية ولده اللي اسميتو وولده واحد اللي عندي صغير دابا وولي دابا دير طغا وولي هزنا وولي دير يعني هو اللي مقطع من الأسرة وما شي حاجة اللي يعطيك شي حد شي حد يدق عليك يقول لك ها كل كذا ما كيناش يلس تتنينها الصحفة صيفتونا شي باركة تومة في هذا رمضان يعني اسمه هادي كتا نقوله وقفة يعني اللي ما تعتارش من الصحفة شافت من حال الفنانين ولكن اللي هما ولكن الفنانين اللي هما كبار ولي عندهم كي ما كنقوله واحد المدخول اللي هو تباك الله كبير اللي يزيدهم ما شافوش من حال ذو كل فنانين اللي معهم وما شافوش قاع بالمرة يعني بتلكي لستتنينة الصحفة وواحد اسميتو اعطونا واحد اسميتو شي باركة كينا واحد الخمسمية الدرهم صيفتوها لنا باسميتو وجابوها لنا فلوس من اللول جابونا القفا ديال رمضان يعني محترمة كينا الخرى اللي جنادي الصحفة الله يجزيهم بخير يعني تنشكرهم تنشكروا الأستاذ سي عبلي جليل هو اللي عارف هو اللي كذا نصل بنا وكذلك شي حاجة من حسب النقابانيت شي باركة تهية من الإمارات ديالنا ديالنا يعني هما اللي تيجرهم شوح لنوحت مع الإمارات شي حاجة من ثم ناصف توجروا تصلوا الناس دي والنقابة وما اللي عندنا وما اللي كمداد وما اللي اللي كينا واخا سيدي محمد الرسالة الأخيرة ديالك كما قديك الممتين اللي هما قبار لأنه خذكم تضامر بعضياتكم كذلك الرسالة لجهات المعنية وشنو هما حويش اللي بغيسي في المنبر دي صوت العدلة فالرسالة غتوصن إن شاء الله وغادي تكوضح نيس بالرأي العام واحنا اللي غادين أش غادين نقول لك كبارنا ولا صغارنا يعني الميدان اللي فني عندنا ما فيه كبار اللي كبير كبير يلا ندرسه احنا اللي كانت الدولة هي اللي كي تقصت رائع لفنة لأنه قصينا جرينا العدات مصالح ديال الدولة يعني جرينا في القضية العربية باسم الدولة جرينا في القضية لا اسمها قضية الجمعية الخيرية باسمه جرينا القضية الصحراء يعني بناء شهداء الصحراء المغربية يعني تنديروا جوالات اللي ما تيمكنش تسموه ولكن دبا من اللي قلصنا اللي ما كانش اللي باقي قرير تاكي في بليتيا فلان ولا بنا تنديروا جوالات العيالي يعني شهور شنو الرسالة تلك سيد محمد ده ما شو غادي نقول لك تنوح له حتى الرسالة اللي غادي نقول المغاربة بصفة عما رمضان مبارك سعيد والله يدخل عليكم العواشر صحة والسلامة والله يبعد علينا هاد الوباء اللي العالم كله تيهاني منه وشكرا بزاف اللي عدلة على هاد اللي يعني طليلة تانية يعني بعد عن الأقل لهم كي يحسون بلي باقي نحيين طي تنشكركم جزيل الشكر وسمحوا لينا مشادي مجيدكم الله أعز بكم الله أعز بكم أحمي ببارك الله وفكم وهذا الشي اللي غادي نبلي يعني ما شكرا نحن مرحبا سيد محمد مرحبا بيك صوت العدلة هي ره الإشارة ديك وديل جميع الفنانين وجميع المغاربة متابعين كما شفتوا معنا الحلقة اللي كانت شيقة مع الفنان الكبير دينا سيد محمد زروال ولي كانت تقبل منها مع الفنان الكذي الكبيرة المقتدرة اللي هي السعدية لك إحنا غادي نستمروا غادي نستمروا إن شاء الله غادي نستمروا إن شاء الله غادي نشوفوا قائل في النانة اليوم وكي تواجدوا في مراكش ولي هما الوضعية دينا مسعبة وكذلك بغينا هون الرأي العام يعرفهم ويشوفهم وإن شاء الله نتمنوا أنهم يرجعون للسينيما ولي أنهم مضحكونا كما قدس وكما دي ما نقول ضحكو والدينا شفوهم والدينا محترمين في تمتي ديالهم في كل شي وما زال مستمرين وما زال علاقات الحياة الله يطولنا في عمرهم والله يشافيهم وشافي جميع المسلمين متابعين شكرا لكم وإلى اللقاء قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي بشي وصلكم دائما جديد صوت العدالة